محمد الشناوي بقى قبل ما راح فوصل الشناوي يمكن الجمهور قصع عليه شوية بسبب موقف حصل في أحد المباريات يعني لكن اللي ما يشوفش وما يعرفش إمت الشناوي ده عنده مشكلة كبيرة جد من ناردة لو لا محمد الشناوي خاصة في شوط المباراة الأول لخرج الأهلي بنتيجة كارثية ولم يكن لأحد أن يسأل الشناوي عن هذه الأهداف ولا هدف كلها انفرادات صريحة وانفرادات واضحة وانفرادات المهاجم معه أريحية لكن القوة المميز بها محمد الشناوي في الخروج بانفراداته دايما كان كابتن اكرامي الشحات في التمانينات كان مميز قوي عشان كارثة موحشة أفريقيا في الخروج في الانفرادات لكن الشناوي في الجيل الحالي هو أعظم حارس في مصر بيطلع كل المهاجمين بتعمله حساب كل المهاجمين عندها مشكلة في التعاون مع الانفرادات في وجود محمد الشناوي تعالى نجيب اللقطات اللي تصدى ليه محمد شناوي النهاردة بنيا الجسدية الخروج التكنيك كمان بتاع الخروج نفسه يعني بص هنا طبعا حالة السيئة اللي كان عليها دفعال نادي الأهل في الشيط الأول بص يا كريم انفراضات واضحة كامل كاملات الفريم اللي بعد انفراضات واضحة تماما تماما والكرة دي بالمناسبة كانت منكار صعبة جدا جدا لأن كرة أرضية راحة في زاوية هو حتى تفاجأ بسرعة الكرة كانت ممكن تيجي في صدر وترد لكن الراجل تعامل معها ده كان الموقف الأولاني من تزديدة اللي بعدها الكرة العرضية تعامل معها بشكل جيد وتم إبعادها على جانب من جوانب المرمى اللي بعده كرة اللي بعدها انفراض صارح بص 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 الانفراض انفراض بينه وبين اللاعب 7-8 متر الراجل مريح جدا زلاكة الراجل بيطلع ياخده ياخده الكرة انفراض بالشكل ده اللي بعدها انفراض واضح تماما من القندوسي الراجل بيطلع يعمل النجمة الشهيرة بتاع كورة اليد وبيقفل مرمى تماما اللي بعدها في عز سيطرت وتقدم النادي الاهلي انفراد واحد على واحد الرجل بيعدي وبيشيلها محمد الشنوي فانت بتتكلم على حالة فنية ممتازة في وقت كان هناك الكثير من المشاككين في حالة الشنوي الشنوي النهاردة لا يقل أبدا اذا كان في وجهة نظري رجلي المباراة في النادي الاهلي هم موسى محسين الشحات تبقى للإسهامات فلا بالنسبة لي محمد الشنوي لا يقل عنهم أبدا بأي شكل من الأشكال أنا بتكلم على واحد شيل النادي الاهلي لوحدك في ظل ان الفريب الكامل كان حالة سيئة